فيروس الحمى النسفية يعد من الأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوانات المصابة به إذ إنه ينتقل من شخص مصاب إلى آخر سليم أو من حشرة القراض التي تعتبر أهم وسيط ناقل للمرض ووفق متخصصين فإن الفيروس لا ينتقل من خلال تناول اللحوم المطبوخة بشكل جيد يسمى هذا المرض الحمى النسفية كونه يسبب نسفا تحت الجلد ويسبب دمار في الأوعية الدموية الصغيرة ويسبب نزف تحت العين والأنف والأذنين لذلك يسمى بالحمى النسفية أعراضه طبعا أعراض احتيادية كما هو الحال في الإصابات الفيروسية الأخرى حمى شديدة وتقيه وإسهال وألم في العضلات والمفاصل بداية ظهور هذا المرض بمحافظة الكوت بالشهر الثالث من هذا العام رئيسا دائرة البيت طريقة قامت بإجراءات أنه سوت لجان من خلال المحافظ مع الواسط ووزارة الصحة والبيئة وعممنا هذا كله على محافظاتنا أنه شكلنا ما يقارب 295 فرق على عموم المحافظات مع الاتنا هذه العمل الفرق تقوم حتى بالواجبها بالعطال الرسمية وأثناء الجمعة وحتى مرت عيد الفطر المبارك كان مستمر ولا حد الآن أكثر من 300 فرقة طبية جوالة ونحو ألف طبيب بيطري كلفته مزارة الزراعة بمتابعة حالات الإصابة بمرض فيروس الحمى النسفية للحد من انتشاره والسيطرة عليه إذ وبحسب إحصاءات رسمية فإن هناك ما بين 10 إلى 40 بالمئة من حالات الإصابة بمرض الحمى النسفية تؤدي إلى الوفاة مباشرة حدثت الإصابة أول إصابة عدنا هذا العام في تاريخ 14 لاثة في الكوت وتمت السيطرة عليها من قبل كوادر الأطباء البيضاني المنتشرين في مدينة الكوت واستعمال الأدوية الخاصة التي هي الدلتماثرين في القضاء على الناقل الرئيسي وهو المسبب المرضي القرات الذي ينتقل من أدى للإنسان ويسبب وفيات تصل من 10 إلى 40% إلى 50% أحيانا تقوم كوادر دائرة البيضرة التابعة إلى وزارة الزراعة بعملية الإشراف الصحي على المجازر وبالتالي الإشراف على عمليات جزر الحيوانات وإنتاج اللحوم وتسويقها هذا العمل يطلب الفحص قبل الزبيح والفحص بعد الزبيح والتأكيدات بخصوص المعالجات البيولوجية والأمن الحيوي بالمجازر كذلك تقوم كوادر دائرة البيضرة في عمليات الرقابة والتفتيش والقيام بحملات مشتركة مع الجهاز ذات العلاقة ويعد فيروس الحوم النسفية من الأمراض المتوطنة في البلاد إذ تم تشخيص أول حالة إصابة به في العام 1979 لذلك فإن هناك إصابات تسجل بشكل سنوي في جميع أو أغلب مدن ومحافظات البلاد لبرنامج صباح الخير يا عراق مويد الفرطوسي قناة العراقية بغداد